الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا تداهتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وإن يكتب بينكم كاتبوا بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فاين يكتب وليم للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سبيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فاللم للوليه بالعدل واستشنوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومراتان مما ترضون من الشهداء أو تطل يحداهما فتذكر يحداهما نقرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصت عند اضناع وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة وتضيرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنهم سوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن أقوتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فاللؤى الذي ائتم من آبانته وليتق الله ربه ولادكم الشهادة ومن يكتبها فإنه آدم قلبه والله بما تعملون عليم الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أرضكم أو تقوه حاسبكم به الله فيغبر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما حوزر إليه وربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصري لا يكلف الله حسن إلا وسعها لها ما كسبت وعليها من كسبت ربنا لا تعطبنا إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسمعه كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله لا إله إلا هو نحي ونزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأوزل التوراة والإيجين من قبله ذا للناس وأوزل الفوقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز تقام إن الله لا يقع عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وهم المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغوا فيتمرن ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبتغاء تأوينه وما يعلم تأوينه إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أوت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يقلف الميعاد إن الذين كفروا لهم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب فللذين كفروا ستغلبون وتمشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقط فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي المصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطين المقاطرة من التهب والفضة والخير المصومة والأنعم والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أونبئكم بخير من ذلك للذين